أتعلمون ماذا وصف لنا أطباؤنا محمد وآل محمد كي نزيل الرين والطبع عن قلوبنا حديثهم هم يقولون حديثنا جلاء للقلوب يجل الرين عن القلوب مثل ما يفعل الصيقل الصيقل الذي ينظف السيوف ويصنع السيوف ويحد السيوف حديثنا جلاء للقلوب يجل الرين عن القلوب مثل ما يجل الصيقل الرين والصدأ عن السيف هذه القلوب القاسية وهذه القلوب التي غطاها الرين وطبع عليها دواؤها الناجع وطبها الشافي حديث العثرة الطاهرة حديثنا حياة للقلوب بالضبط إنه منهج معاكس لمنهج حوزة النجف التي تدمر حديث أهل البيت بالضبط أصحاب العمائم الذين يتابعون البرنامج الآن يعرفون صدق مقالة هذه لأن أجهل الناس بحديث أهل البيت هم أصحاب العمائم رؤوسهم معبأة بكل القذارات الناصبية وفارغة من حديث العثرة الطاهرة وإذا ما حفظوا حديثا فإنهم يبحثون عن الأحاديث التي يستأنس بها النواصب والتي جاءت بلسان التقية وبلسان المدارات والموافقة لما يقول المخالفون وآل محمد أبعدونا عن هذه الأحاديث وأمرونا أن نتركها وأمرونا أن نتركها لشأنها هم قالوها لظرف معين ولكن الثقافة الخرقاء إنها ثقافة حوزة الطوس إنها ثقافة حوزة النجف هي التي شحنت تلك المضامين وتلك المعاني في أذهاننا قذروا عقولنا فماذا نصنع له هذا هو واقعهم